شروط الصلاة التسعة الشرط الأول الإسلام فلو صلى المشرك صلى الكافر أتقبل صلاة صلى من يسب الرب يسب النبي صلى الله يستهزئ بالدين الإسلامي يطوف حول القبور لا تقبل صلاة وبهذا نعلم خطر الشرك أن الشرك إذا دخل في العباد أفسد العباد فلابد أن يتوب يتعلم الشرك ويحذر منه ويتوب منه حتى تقبل العبادات والله أعلم عبادة تقل الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر